موسيقى القدس تيفي عيش الخبر أين أنا كنت بعد أن انتهت انتخابات مجالس الطلبة في معظم الجامعات والكليات الفلسطينية اجتمع رؤساؤها وممثلوها لعمل مؤسسة واحدة تجمعهم وتوحد قرارهم اما بنعمل على مؤسسة تضم كل مجالس اتحاد الطلبة في فلسطين او انه نحو تفعيل اتحاد دور طلاب فلسطين الاتحاد تعرف انه له زمان الاتحاد رئيس الاتحاد مع احترام الشديد له عمره يعني ساوى 50 سنة هو رئيس اتحاد طلاب فلسطين يعني لازم احنا نعمل انه يكون رئيس الاتحاد طالب من عنا وطالب في احدى الجامعات الفلسطينية هو يعني احنا بدنا مؤسسة ضمناء كمجالس اتحاد طلبة في فلسطين نعرف مشاكل بعضا انه كد في بيننا وبين مجالس اتحاد طلبة التانية مش مشاكل تانية فاحنا نما مطلع في اخر هذا المؤتمر اللي احنا عاملينه او الملتقى اللي احنا عاملينه في مجلس موحد يعني بتحكي عن جامعات ضخمة في الضفة عنا فراح يكون اكيد هناك عنا عدد او قيادات راح تحلم بعضها مشاكل طلاب كتير انفتاح الجامعات على بعضها يعني تعارف كل الطلبة من مختلف المحافظات على المشاكل المشتركة والسبل التي قد ترقى بالمستوى الدراسي الجامعي في ظل تفاهم الكتل الممتدة على الاحزاب السياسية الفلسطينية كجامعة بيرزيت اقول في خطوتنا الاولى انطلقنا ممثلين بكافة اطياف العالم الفلسطيني ممثلة بمجلس وحدوي واحد متجهين نحو نقطة اكبر منها الاوه هو اتحاد مجالس الطلبة فبالتالي سيكون عنا دور فعال لحماية الطالب ومصلحة الطالب هو معترك اجتماعي صغير وتجربة سياسية يخوضها هؤلاء الطلاب في بداية شبابهم من شأنها ان تسقل شخصياتهم واذهانهم قاش بحبار ما هو يقوي من الثقة بالنفس والمشاركة بتقوي اكثر واكثر اولا الشي كوننا ان احنا من اكثر من مدينة في نفس فلسطين نتعرف على بعض نتعرف على مشاكل بعض على تحدياتنا ومنحاول ان احنا نوجد الاشي اللي يليق فينا والشي اللي يساعدنا على ان احنا نكون دايما تحت شعار دولة فلسطين اتحاد مجالس الطلبة هو تجربة موجودة في كثير من الدول لكنها قد تكون الاهم في فلسطين التي لا يرقى بها سوى الاتحاد لتلفزيون القدس لاما ابو هلال رام الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر